بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرفي المرسلين متابعي القناة أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد قبل أن نبدأ الفيديو إخواني إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليسلك كل ما هو جديد وكالعادة ما زلنا التعريف بملاعب الموجودة في الجزائر واليوم سوف نتحدث عن ملعب الحبيب بوعقل في ولاية وهران الملعب انشئ سنة 1927 كان يسمى سابقا ملعب ألاندا ثم ملعب فانسوس مونيريال هو ثاني أكبر ملعب وأهم ملعب في ولاية وهران يتسع لحوالي 20 ألف متفرج يلعب فيه نادي جمعية وهران لكرة القدم حاليا وكان سابقا كذلك معقلا لفريق مولودية وهران تم توسعة الملعب في سنة 1988 ثم عرف عملية تهيئة في سنة 2013 إلا أن الملعب مثله ملعب باقي الجمهورية تم تحويل أرضيته من العشب الطبيعي إلى الاستناعي وهو أمر أصبح معتاد في مختلف ملعب الجزائر الملعب يشهد حاليا عملية ترميم جديدة وهذا تحذيرا للألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها ولاية وهران وكذلك في إطار عصرانة المنشآت الرياضية في البلاد وتم الاتفاق على تحويل غرف تغيير الملابس وبناء غرف جديدة تكون أكثر اتساع وتراعي المقاييس الدولية لكن المؤسف أنه لم يتم الحديث عن وضع الكلاسي في المدرجات وكذلك إمكانية تغطية الملعب الذي كانت ستكون تعطي الملعب طابع دولي وجمالي أكثر خاصة وأن الملعب سيكون من الملعب التي ستحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط ولكن هذا هو الترميم الذي تعتمد عليه الدولة حيث لا تعتمد فيه مقاييس الفيفا ولا يتم إشراع خصائيين من مهندسين وشركات ذات تخصص في الأخير نتمنى أن يكون هذا الترميم في تطلعات الجماهير الرياضية خاصة الوهرانية التي ستكون هي من سيستفيد منه في الوقت الراهن إلى اللقاء